احنا كده يعني هذا للتاريخ اللي احنا قلناه انه هذا حراك بدأ عليكم تبتشير انه فيه خمس تلاف قدام التحادية ناس نازلة ضد الفكرة لكن هتوقف عند 22 نوفمبر بشكل خاص مع حضرتك على مستوية مستوى المواطنة المصرية اللي هي يعني قلقانة وخايفة على البلد وشايفة انه فيه فزع حاصل وسيدة القانون اللي هو اشتغالك طول عمرك بالقانون واحنا قدام اعلان دستوري بيؤله الحاكم بيضع الحاكم فوق كل المؤسسات فوق كل البشر لا يراجع لا تنقض احكام وفشا استقبلت هذا البيان ازاي او الاعلان الدستوري ازاي وتحركتي بعده ازاي طيب خليني قبل بس الاعلان الدستوري عايز ارجع خطوة الورى في انه اعتبارا من لما مرسي بقى رئيس ثم بصرف النظر عن الحراك انما ابتدى يبقى فيه في دواير كتيرة في البيوت في النادي في الكوافير في المحكمة الناس تتحدث عن رفض ما حدث بس بس لا 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 مش معقول مش مبسوطين باللاحظ بس 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 احنا وقفين عند مرحلة بس في اغسطس ده كان سياسيين انصح التعبير المثقفين والكتاب ثم الناس اللي نزلت داع لكن الاعلان الدستوري عمل النقلة دي بالزبط اقول لحضرتك بقى اولا نبدأ كمحامية انا محامية ومشتغلة بالقانون وطبعا انا متربية في بيت قضائي انا ابويا مستشار وكان رئيس نادي القضاء فاحنا بالنسبة لنا اقل اعلان الدستوري ده يعني احنا كنا نقول له اعلان ولاه دستوري يعني ولا حد ما يعني ما ينفعش حتى نستخدم التعبير اللي هم قالوه الاعلان الدستوري هو له اعلان ولاه دستوري هي حاجة تتجاوز معنى ومنطق القانون معنى ومنطق الشرعية القانونية يعني حاجة عمرنا ما سمعنا عنها واحد طلع كتب شوية كلام وقال لك انا المنزه عن الطعن وعن التعقيب وعن عشان كده انتفض القضاء والمحامين لانه دي حاجة بره بره خيالنا يعني زي حتى مش عارفة اضرب لك مثلا يعني وقتها كنا نقعد نقول هو اللي بيحصل ده شبه ايه لا مش عارفين شبه ايه خالص احنا مش عارفين يعني ايه غير قبل للطعن عليه يعني ايه ايه الكلام الغريب ده ها وبعدين ايه ده فيه مستشارين من الاخوان ميكي وميكي ومش عارف مين والناس دي ده دي قعدت وكتبت وقال لك يعني بيحطوا كلام كده قال لك ده اعلان دستوري وعملوا كتبوا جمل قانونية يعني يعني ده انا بقى في الحمد لله ما جبتش الفوسطات دي يعني كمية الغضب كيف تجرؤ ايها المستشار المفروض ان الجليل ولك وقار القانون والمنصة وكذا انك توها تمسك ورقة وقلم وتكتب حاجات دي وتقول ده اعلان دستوري وهننشوره في الجريدة الرسمية وشان كده القضاء انتفضوا والمحامين انتفضوا قلنا نتابع هذا الامر احنا الناس نزلت المظاهرات في الشارع بتهتف الا القضاء يا مرسي اه بعد هذا الاعلان اه فطبعا احنا الكلام ده كان يوم لاثنين قبل خمسة يوم الاعلان الدستوري ده كان يوم اثنين لان انا بهذه الصدفة كنت عامل حفلة التوقيع ومعرض صور فوتوغرافية في مكتبة الزمالك وبدل ما الجمهور ييجي يحتفل بالكتاب كله جاي صوت ويقول ده مرسي طلع اعلان دستوري وكان ابوه قاعد في جنينة المكتبة فبابا اموقف قال ايه قالوا طلع اعلان دستوري وعدم الطعن وعدم فحتى الحفلة بازت والمعرض الصور سبت ونزلت المظاهرات بقى صور ايه دلوقتي صحيح اه في الرفاهية دي يوم الثلاث نزلنا ده خمسة ديسمبر لا لا احنا كل ده في نوفمبر نزلنا وبعدين قالوا نزلنا ونزل مسيرة من نقابة المحامين مشينا من نقابة المحامين لمدان طلعت حرب نهتف وبعدين قالوا الجمعة تاني فيه مسيرة ويوم الجمعة ده يوم عظيم ليه بقى لان حضرتك كان اول مرة مصر تقول مسيرة نادي الجزيرة مسيرة نادي هليوبلس هنا بقى فيه حوار تاني بقى يعني فيه ناس تنزل نادي القضاية يعلق العمل ويعملوا مؤتمرات ماشي المحامين تعمل مسيرة ماشي انما تتجمع يتجمع اعضاء نادي الجزيرة في مقر النادي ويخرجوا مسيرة لابسين اسوة حدادا على الاعلان الدستوري ده كان يوم الجمعة التالية على طول يوم الجمعة التالية ويطلعوا من نادي الجزيرة يعدوا كبري قصر النير ويخشهم دان التحرير باسم مسيرة نادي الجزيرة وجمهور التحرير يقول البرفانات هفهفت لانه جمهور مختلف تمام وفي الاتحادية نفس الحكاية مسيرة نادي هليوبلس واحنا في التحرير جات مسيرة انا عارفة الوشوش دي قالك دي مسيرة نادي الصيد خرجوا من نادي الصيد على شارع التحرير وصف عليهم اللي طالعين من حزب الوفد في الطريق صحيح هنا بقى فيه جمهور تاني اللي هو بقى قالوا عليه بعد كده حزب الكنبة اللي نزل ونزل الكنبة معافش لا ده كان نزل من بدري اه نزل من بدري مش ما نزلش في تلاتين يولي لا يا فندم ده نزل الاول في الاعتراض والله يا دكتور محمد وهي قصة انت بتكلمي على اللي شفتيه اه سيدة انا اعرفها والله يرحمها ماتت ايام الكورونا هي استخدمت التعبيرات اللي انا هقولها لحضرتك على يعني غربتها نحن نتحدث في السياسة وفي الاعلان الدستوري جات قالت انا كنت واقفة في المطبخ بشوح كبدة سمعت صوت المظاهرة بيقول الا القضاء يا مرسي غسلت قدية وطفيت على الكبدة قلت ان شاء الله عنهم ما تغدوا ونزلت جاري هنا بقى في جمهور تاني خالص حسنا حسنا